عيون العالم بتشوف بمزاجها فهي ترى ولا تبصر ولا توجد قلوب أصلا المدابح اللي في الأرض المحتلة من بدايات القرن العشرين مش من تمانية واربعين والعالم يرى ولا يبصر ولن يبصر ولن ينصد خد بالك شرينة أبو عقلة تتقتل والعالم يتحدث كل يوم بقاله عشرات السنين عن حرية الرأي وحرية التعبير عن حرية الشعوب في تقرير المصير عن حرية الصحافة في إظهار ما يحدث فتتقتل شرين أبو عقلة قنصا عمدا حتى تسكت الصحافة حتى لا يتحدث أحد حتى لا توثق الجريمة بس السؤال وهو شرين واللي قبلها واللي بعدها مهما وثقه العالم هيلتفت يعني حربين حرب بقالها أكتر من 122 سنة حرب بدأت عمليا من قام المؤتمر الصهيوني بتاع بازل يعني 124 سنة مؤمن هل التفت العالم؟ لا حرب بقالها 13 شهر العالم قام ولم يقعد إلحق اللي بيحصل في أوكرانيا؟ صح إلحق اللي بيحصل في أوكرانيا؟ هناك أزمة طبعا لازم نتضمن مع الشعوب طبعا أنا بقولك كده بجد ومش ظهر أي حد سوي ضد الحرب ضد إراقة الدماء ضد تشريد الشعوب في ثلاث شهور العالم قام في 124 سنة لم يقم العالم ولن يقوم العالم الحل مش عند العالم الحل هنا عندنا محمود درويش قال هذا أخيكم هذا صديقكم هذا رفيق دربكم هذا رئيسكم ياسر عرفات هذه زميلتنا هذه الصحافة هذه فلسطينية هذه شهيدة هذه رفيق الدرب هذه زميلة هذه إنسانة رحم الله الشهيدة شرين أبو عقل